السلام عليكم يا رب تكونوا كلكم بخير هل فعل المستوى سطح البحر بيرتفع؟ أيوة مستوى سطح البحر والمحيطات بيرتفع في المتوسط 4 مليمترات كل سنة والرقم ده بيزيد كل عقد عن العقد اللي قابله بشكل واضح وانا كنت عملت فيديو بسيط صغير قبل كده قلت لكم فيه ايه هو مستوى سطح البحر تقدر حضرتك تشوف الفيديو ده لو مش عارف ايه هو مستوى سطح البحر طيب ايه اللي حصل في اخر 30 سنة اللي حصل انه اعداد السكان زادت جدا على سطح كوكب الارض وزادت نسبة امتلاك السيارات الملوسة للهواء وزادت نشاط الصناعي الملوس للهواء فزادت نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي للارض وهو من الغازات الحابسة للطاقة الحرارية شوفوا الطبيعي هو انه طاقة الشمس الحرارية بتوصل لكوكب الارض مع ضوء الشمس وبعدين الطاقة دي بتتسرب مرة اخرى في الفضاء بمقدار معقول يحفظ التوازن الحراري للارض لكن زيادة نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي ادى الى ما يسميه العلماء الاحتباس الحراري يعني الطاقة الحرارية للارض مش بتتسرب للفضاء بالقدر الكافي وهو ده اللي بيسبب ارتفاع متوسط درجة حرارة الارض اللي حصل كمان في اخر 30 سنة انه الاقمار الصناعية تطور جدا وبقى عندها القدرة على قياس ارتفاع مستوى البحر وكمان الاخمار الصناعية بتقدم صور وملاحظات قوية عن تأكل الجليد في كل العالم جليد جبال الهملايا وجليد جبال القلب وغيرها من الجبال في كل العالم والاهم هو تأكل وانسهار طبقة السلوج الكسيفة جدا اللي بتغطي قارة انتراكتكا في القطب الجنوبي واللي مساحتها بتبلغ 14 مليون كم مربع ومتوسط سمك طبقة التلج فيها 2100 متر انت متخيل كمية الميا العزبة المخزنة على سطح القطب الجنوبي وكمان انسهار جزء كبير من المحيط القطب الشمالي لكن الاهم اكتر والاختر هو طبقة التلج الكسيفة في جزيرة جرينلاند التابعة جغرافيا لامريكا الشمالية وتابعة سياسيا لمملكة الدانيمارد جزيرة جرينلاند هي عبارة عن مساحة كبيرة نسبيا من اليابس بتساوي حوالي 2.160.000 كم مربع يعني حوالي ضعف مساحة مصر لكن الارض دي مغطاب طبقة من التلج والجليد سمكها 1500 متر في المتوسط تخيل كل الحجم ده من الجليد بدأ ينصهر في العشرين سنة الاخيرة بمعدلات اسرع بكتير من العقود اللي فاتت طب كل التلج ده بيروح فين لما ينصهر التلج ده كله بكمياته الرهيبة بيروح من مناطق مرتفعة واعلى من سطح المحيط وينصهر سنويا وينضم الميت البحار والمحيطات وتكرار الامر ده بواتيرة اسرع وبكميات اكبر بيقدد الوقت اللي ارتفاع متزايد سنويا في مستوى بحار ومحيطات العالم واللي بيزود من مشكلة الاحتباس الحراري وبيخليها متوالية متزايدة هي انه تلج القطبين وتلج جرينلاند يوجد جواهم كميات من غاز الميسان والغاز ده بيحبس حرارة الارض زي سينوكسيد الكربون والغاز ده اللي هو الميسان بينطلق من السلوك دي لما تنصهر فبتزيد اكتر حرارة الكوكب فينصهر تلج اكتر فيتسرب غاز ميسان اكتر فيسخن الجو اكتر فتتحرق غابات اكتر بمساحات شاسعة والحرائق دي بتنتج كميات رهيبة من الدخان وسيني اكسيد الكربون فيزيد الاحتباس الحراري اكتر وينصهر تلج اكتر يرتفع مستوى البحر اكتر شفتوا الموضوع كارسي ومتوالي ازاي كمان زيادة حرارة الارض بتؤدي لتبخر كميات اكبر من مية المحيطات والبحار للغلاف الجوي لكن المية دي اللي بتتبخر للغلاف الجوي لازم تنزل تاني للارض لانه بخار الماء مش هيتسرب للفضاء فبتنزل للارض كميات اكبر من الامطار الغزيرة بتؤدي للفيضانات الرهيبة اللي بتتكرر في مناطق مختلفة من العالم كمان في سبب تاني لارتفاع مستوى سطح البحر السبب ده هو تمدد المياه في محيطات العالم بسبب زيادة درجة حرارتها بيسخن اكتر بيزيد حجمه فبيزيد ارتفاع ماء البحار والمحيطات المحيطة بالكوكب لكن حتى قبل ما بتغمر مياه البحر مناطق من الدلتا فان ارتفاع مستوى سطح البحر ممكن يغرق المدن الساحلية عن طريق انابيب وانزمة تصريف مياه الامطار يعني المية هتدخل من البحر للانبيب دي بدل ما يحصل العكس وكمان ارتفاع مستوى سطح البحر هيؤدي لزيادة ملوحة اراضي الدلتا القريبة من الساحل وكمان بيزود خطر العواصف والنوات الشتوية وبيدي البحر فرصة اكبر انه يدمر المرافق والمنشيات القريبة منه وده بيكون اشد وطأ في سواحل المحيطات ده غير تأكل الشواطئ اللي المسئولين هنا في مصر بيحربوا علشان ينقذوها وكمان مية البحر بتدخل للمصارف والترع اللي بتصب في البحر بدل ما يحصل العكس هل فعلا الدلتا هتغرق؟ للأسف أيوة الدلتا هتغرق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر ومعظم الشباب والاطفال والمراهقين اللي عايشين في مصر النهاردة في 2021 هيشوفوا الكلام ده بعنيهم طيب هل الدلتا هتغرق كلها؟ لا الدلتا مش هتغرق كلها دلتا النيل هي المسلس اللي اضلعه فرع النيل دميات وفرع النيل رشيد وساحل البحر المتوسط وهي المناطق الواقعة بين الفرعين دولة والمناطق الموجودة على جانبي هما مساحتها فقط 2% من مساحة مصر لكن بيعيش في الدلتا حوالي 41% من سكان مصر وها بتشكل 63% من الأراضي الزراعية في مصر طيب ايه هي الأجزاء اللي هتغرق من الدلتا؟ شوف حضرتك غرق مكان ما بيعتمد على ارتفاع المكان ده عن مستوى سطح البحر الحالي يعني ايه؟ شايفين حضرتكم الخريطة دي؟ أي مكان في الخريطة دي باللون الأزرق هو مكان منخفض عن مستوى سطح البحر الله؟ ايه ده؟ هو فيه أراضي زراعية ومدن وقرى منسوب أرضها أقل من منسوب سطح البحر؟ تخيل أيوة الدلتا مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع لكن نسبة 18% من مساحة الدلتا الخضرة الجميلة هي عبارة عن منخفضات وأراضي مستوها أقل من الصف يعني أقل من مستوى سطح البحر يعني مدينة زي كفر الدوار دي معظمها هيغرق تحت مياه البحر المتوسط واللي مش هيغرق منها هيكون عبارة عن جزيرة صغيرة في البحر اللي هيكون بيحيط بيها من جميع الاتجاهات ونفس الكلام ده هيحصل في مدن دامنهور وحشعيسة وأبو المطمير وقرية الكنايس وعزبة المنايفة ده كمان المية هتغمر مناطق في مدينة بورسعيد وجنوبها ومدينة القنطرة غرب وجنوب بحيرة المنزلة وحاولة دميات وجنوب بحيرة البورولوس الكلام ده هيحصل ربما قبل 2050 أو 2060 لأنه لما منسوب البحر بيرتفع بمقدار 60 سنتي مثلا عن المنسوب اللي كان سنة 2000 فده هيكون كارسي مدينة دامنهور مثلا هي نفسها مبنية على أرض مرتفعة بتوصل ل10 و15 متر فوق سطح البحر خصوصا منطقة شرق محطة السكة الحديد في دامنهور لكن كل الأراضي المحيطة بدامنهور هي أرض منخفضة ودامنهور هتتحول برضو لجزيرة وسط المية لكن مدينة دسوق مثلا مش هتغرق لأنها موجودة في المنطقة البيضة مش الزرقة وأرضها أعلى من مستوى سطح البحر اللون الأزرق ده منسوبه سالب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 وبيوصل لسالب 12 هنا عند البنزينة دي اللي على الطريق الساحل الدولي منسوب الأرض هنا أقل من البحر ب12 متر طيب إيه اللي بيحصل للسواحل الشمالية دلوقتي؟ هل السواحل تتآكل أم تتآكل وتغوس أيضا تحت ماء البحر شوف معايا الوضع كده في منطقة غرب مصب فرع رشيد غرب مدينة رشيد الشاطئ كان ممتد لغاية فين سنة 2003؟ كان ممتد لغاية الخط الأخضر ده لكن في سنة 2020 الشاطئ تآكل وتراجع وفي نفس الوقت مياه البحر ارتفعت وزي ما حضراتكم شايفين الفارق بين شاطئ 2003 و شاطئ 2020 بيساوي 300 متر ده غير إنه المتبقي من الشاطئ تم غمره وامتلاقه بالماء لمسافة 700 متر أخرى لأن الأرض دي مستواها سالب 1 وسالب 2 وكمان الصفر بتاع النهاردة غير الصفر اللي كان من 30 سنة فاتت البحر بيرتفع يا سادة يعني الشاطئ خسر في 17 سنة بس 300 متر ده غير إن المتبقي منه المية غمرته وحولته الأحواض من المستنقعات زي ما انتوا شايفين وده كمان مسافة 700 متر يعني كيلو متر بحالها خسرها الشاطئ من عرضه مش ده مؤشر خطير على تآكل الشواطئ وارتفاع منسوب البحر والمكان ده نفسه هو دلوقت اللي بينشؤوا فيه مدينة رشيد الجديدة وده ممكن أوريكم زيه في أكتر من موقع على السواحل الشمالية لكن الفيديو هيطول أكتر كمان ما صبات النيل في دمياط ورشيد حصل فيها تآكل كبير جدا بعد بناء السد العالي لأنه رواسب الطمي اللي كانت بتترمي في البحر المتوسط قلت جدا عن السابق لكن مش كل الشواطئ الشمالية نقصت وتآكلت لكن بصراحة معظمها بعض الشواطئ القليلة جدا زي شاطئ جمسة اترسبت فيه رمال وزاد عرضه بمقدار 150 في مسافة ما منه يعني لكن إيه هو الحل اللي ممكن ينقذ الدلتة من الغرق في العقود القادمة أولا فيه مناطق من الساحل هي بالفعل مرتفعة بحوالي 10 متر ودي هتعمل كحاجز ضد تواغل المياه للجنوب ودي غالبا بتكون عبارة عن تلال صغيرة صخرية أو رملية ولكن المسؤولين في محافظة زي كفر الشيخ أو الدقاهلية بياخدوا من التل العالي ده ويرموا في الشاطئ المتاكل المنخفض لأن مش كل الشاطئ أعلى من البحر وإلا ما كانش هيبقى فيه مشكلة أصلا بالعكس ده معظم أجزاء الشاطئ خصوصا في البحيرة وكفر الشيخ منخفضة لمستوى 20 سنتي و50 سنتي فقط فوق مستوى سطح البحر كمان من الحاجات اللي هتساعدنا في حماية الدلتا من الغرق هو الطريق الساحل الدولي اللي تم إنشاؤه بارتفاع متر واحد أو متر ونص أو مترين أعلى من الأرض المنشئ عليها لكن هو نفس الطريق الساحل الدولي هيتم غمره بالمية في بعض المناطق في محافظة البحيرة لأنها مناطق منخفضة جدا ومش هينفع هناك الطريق كحاجز يحمي الدلتا لأن زي ما قلت من شوية في مناطق في محافظة البحيرة منخفضة المنسوب يوصل لـ 12 متر ودي بيعدي فيها الطريق الساحل الدولي إذن إحنا محتاجين بشكل ضروري إننا نبدأ في بناء سد أو حائط خرساني ارتفاعه مثلا من 2 متر إلى 5 متر حسب ما يقرر المهندسين وحسب المكان اللي بيمر بيه الحائط ده الحائط ده هيحجز مياه البحر المرتفعة ويتم إنشاؤه على كل الشواطئ المنخفضة وكل الأماكن اللي بتشكل صغرات منخفضة لأنه غالبا ده هو الحل الوحيد لكنه مكلف نسبيا لكن الدولة تقدر عليه إن شاء الله لأنه البديل ساعتها هيكون إن مدن وقرى وألاف الأفدنة الزراعية هتتحول لجزء من قاع البحر المتوسط وهيتم تهجير أهلها لكن اللي بتعمله هيئة حماية الشواطئ حاليا وبيصرفوا عليه مئات الملايين بإنهم يحطوا كتل خرسانية فوق بعضيها عشان تكسر الأمواج فده مش هيحمي الشاطئ من الغرق بعد 30 أو 40 سنة لما يرتفع مستوى الماء في الأرض وإنما ده هيكسر حدة اندفاع الموج ويحمي الشاطئ من التآكل حاليا فقط لازم المسؤولين في المحافظات الساحلية يكون عندهم دراية بكل التهديدات دي ويدعموا الخط الساحلي ويسدوا كل الصغرات المنخفضة اللي ممكن ينفز منها الماء أما الدكتور خالد عودة كان قال قبل كده إنه مالء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط هيؤدي لخفض منسوب سطح البحر طبعا الفكرة دي مستحيحة إطلاقا وما كانش يليق بدكتور وعالم إن يردد مثل هذا الاقتراح لسبب إنه البحر المتوسط متصل بباقي محيطات العالم وإنت لما تاخد من البحر المتوسط علشان تنزل منسوبه فإنت كأنك بتاخد من كل مياه الأرض اللي مسحت سطحها حوالي 357 مليون كيلو متر مربع والمنخفض كنا هنملاه بمياه حجمها 600 كيلو متر مكعب الحقيقة هي إنك محتاج تاخد من محيطات الكوكب كمية مياه مقدارها 357 كيلو متر مكعب علشان ينخفض منسوب البحر والمحيطات بمقدار 1 ملي متر فقط يعني ملء منخفض القطارة مش هينزل من منسوب المحيطات إلا 2 ملي بالكتير أما المياه الثانوية اللي بتضاف لمحيطات العالم من التلج المنصهر فهي أكتر بكتير للأسف من حجم ملء منخفض القطارة طيب أنا كمواطن عايش في الدلتا أو عايش في أي حتة في مصر أو في العالم وعايز أعرف ارتفاع بيتي أو الشارع بتاعي عن سطح البحر هعمل إيه؟ ببساطة هنزل برنامج جوجل ايرس برو على الكمبيوتر النزل باللغة الإنجليزية ممكن أخليه باللغة العربية هجي هنا على قيمة Tools هختار آخر واحدة Options هتفتح النفذة دي هختار General هنا مش الحاجات التانية دي هختار General وفي تبويب General هلاقي هنا Language Settings هروح عند Language هنروح عند English هنلاقيها English US أو UK هختارها العربية أو Arabic بعد كده أدوس OK فهتدين رسالة تقولك أنت لازم تعيد تشغيل التطبيق علشان التغييرات اللي أنت عملتها تتنفذ أو تتطبق هدوس OK وهطفي البرنامج بعد ما شغل البرنامج تاني هلاقيه باللغة العربية بقف على أي حتة أو بحط الموسع على المكان اللي فيه بيتي بالزبط كده يعني مثلا أنا مثلا في ميدان هنا في وسط دامنهور أهو فين محط السك الحديد في دامنهور أهيه هنا في ميدان هنا كده ده شارع كده في وش المحطة رايح شمال شرق ودي ميدان مثلا في وسط دامنهور الميدان ده ارتفاعه قديه عن سطح البحر ارتفاعه اثنين أو واحد متر أهو وأنا وقف في الميدان ده الارتفاعه اثنين متر مكتوب الارتفاعه تحته طيب هروح هنا جنب محطة السك الحديد هيكتب لي الارتفاع كام 11 متر و 15 متر زي ما قلتلكم شرق محطة السك الحديد الارتفاعه كبير شوية أتمنى تكونوا خدتوا فكرة كويسة عن التغير المناخي وتأثيره السيء على كل العالم احنا مش علانين ان شاء الله ربنا معانا وحكومتنا رشيدة شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته